السلام عليكم فيما يلي صوت من النادر أن يسمع وقد يفزع منه بعضنا في الطبيعة يصدر عن أفعى ذات سم خطير قد يكون أشد واقع من سم أم جنيبة المعروفة أيضا باسم الأفعى المقرنة التي تأخذ النصيب الأكبر من رسائل التحذير خاصة في أشفر الصيف إنما يوجد ثعابين أخطر منها بكثير ستسمع صوتا يصدر من أفعى وتشاهدها هنا مع ثعابين أخرى سامة جدا تعيش في براري السعودية بعضها قد يشاهد في المزارع والمخيمات والاستراحات وحول المنازل القريبة من بيئاتها علما بأن الأنواع توجد أيضا في عدد من الدول العربية وغيرها اسمها هذه الرقطة لها أسماء دارجة أخرى عندنا في السعودية مثل إحديب وإحديب الجبل وإحديب الضميان وشيطان الحماط ترتيبها متقدم بمعيار شدة السم من بين أنواع خطيرة جدا فيما لو أصابت الإنسان بعضاتها سأتيك بصور الأنواع منها غير السامة وسأختم بمعلومات واقتراح لك هو طريقة سهلة لمعرفة الفوارق بين الأنواع السامة وبين الأنواع غير السامة إذا كنت من الذين يرتادون أماكن فيها ثعابين أو أن عملك ميداني في المحميات والأمن البيئي والميادين العسكرية خارج المدن أو غيرها من الميادين أو أنك ترغب بالتزود بمعرفة عنها إذا طبقت الطريقة سيكون لديك لاحقا طمأنينة ومقدرة على تقييم خطر الأفاعي والثعابين وستعرف وتدرك أين مكمن الأذى وتبتعد عنه هنا سبعة أنواع سامة جدا خطيرة تعيش في بيئات مختلفة من المملكة يتقدمها الثعبان الأسود الخبيث سام جدا وقصير وأصغر من الصلة الأسود وأبرز ما يميز عنه أن رأسه صغير لا يختلف عن سماكة عنقه أو جسمه أما الصلة الأسود وهو سام جدا بمقارنة حجمه بالخبيث فهو أكبر وأطول ورأسه أعرض من عنقه وهذه الرقطة التي أسمعتك صوتا يصدر منها تعرف في مصادر متخصصة في الزواحف باسم أفع السجاد الشرقي نسبة إلى تشكيلات ألوان جسمها تشبه بشكل السجاد ويوجد أفع أخرى سامة جدا تشبهها نوعا ما وتأخذ عند البعض نفس الاسم الدارج الرقطة أما هذه الكوبرة فسامة جدا وأوضح ما يميزها طولها وقدرتها على نفخ رقبتها ورفع مقدمة جسمها بشكل عمودي ويتركز انتشارها عندنا في جبال السرات بخلاف أفعى أم جنيب أو المقارنة فهي الأوسع في الانتشار في معظم مناطق المملكة ويعزى إليها أن أكثر حالات عضات الأفاعي والثعابين تحدث منها والزحف الجانبي أوضح على ما تميزها ولهذا يطلق عليها أم جنيب بالإضافة إلى أنك ستلاحظ صفة تميز الأنواع التي تندرج تحت فئة الأفاعي أنها برأس يبدو مثلث الشكل مثلها مثل رأس الرقطة وأيضا رأس الأفعى النوامة التي تسمى أيضا الأفعى النفاثة لأنها تنفث هواء أو نفسا مسموعا من جوفها وليس نفث السم وهي ذات جسم سميك وتكمن خطورتها أنها تفرز كمية كبيرة من السم إذا عضت فريستها حتى الآن كل الأنواع التي شاهدناها هي ثعابين وأفاعي سامة جدا صحيح أن بعضنا يصيبه الخوفة إذا شاهد أي ثعبان إنما الحقيقة التي لا يعرفها كثيرون وتبعث على الإطمئنان من الإصابة أن معظم أنواع الثعابين التي تعيش في بيئات المملكة البرية والزراعية والتي تتجاوز خمسين نوعا هي غير سامة أو أن سمها ضعيف غير خطير على الإنسان هذا فضلا عن أن الثعابين السامة ولأسباب مختلفة تتعلق بحجمها أو بطبيعة هجمتها أو لحظة عضتها ومقدار حاجتها للغذاء وما إذا كانت شبعة للتوبقة الفريسة من القوارض أو أنها مستعدة لإفراز كمية مركزة من السم ولأسباب أخرى قد تعض عضة تعرف بالعضة الجافة فلا تحقن السم الكافي في جسد الضحية لكن هذا لا يعني أبدا التهاون بل تطبيق الإسعافات الأولية الصحيحة مباشرة والذهاب سريعا إلى المستشفى ثق أن كل الأنواع السامة وغير السامة تخاف من الإنسان وتهرب عنه إلا إذا اقترب منها أو شعرت بأنها محاصرة حتى لو لم نشاهدها فأنها تدافع عن نفسها وسلاحها الناب وحقن السم إذا كانت سامة وقيل قديما في مثل شعبي ينطوي على مبالغة عند العقرب لا تقرب وعند الحية أفرش نم للدلالة على أن الثعابين لا تبادر بالاعتداء على غير فرائسها إذا لم يقابلها هجوم عليها بعض الذين يرتادون البرية والمزارع والمخيمات والاستراحات يبادر فورا بقتل أي ثعبان يشاهده اتقاء لأذى محتمل أو ضرر قد يصيب الآخرين خاصة للأطفال مع أن الثعبان قد يكون غير سام نهائيا بل يفيد أصحاب المزارع كون الثعابين من مكافحات القوارض فتساعد في الحد من كثرتها فوق المعدلات الطبيعية وتقلل من أضرارها على المحاصيل ولا يلام من سيقول أني أقتل لأني لا أعرف أنواع الثعابين ولا أستطيع التفريق بين السام وغير السام هنا أؤكد وبلا مبالغة وعن تجارب مع بعض الأصدقاء أي شخص سيكون بمقدورة معرفة أنواع الأفاعي والثعابين وتحديد السام وغير السام وبسهولة باتباع ثلاث خطوات أولا اعتمد على مصدر أو مصاد الرصينة تعرف بأنواع الثعابين في بيئتك وقرأ المعلومات جيدا حتى تحدد الأسماء وتعرف السام وغير السام فيكون لديك أولا قاعدة معلومات عنها هي الأساس ثانيا اقرأ الوصف المكتوب عن كل ثعبان خاصة وصف الرأس وتشكيل الألوان وطبق الوصف في كل عبارة بمشاهدة الصور ولا تعتمد على تلقين من شخص آخر بل اقرأ وطبق الوصف على الصور حتى ترسخ في ذهنك المعلومات باقتران الوصف المكتوب مع الشكل أو الصور ثالثا كرر هاتين الخطوتين بفوارق أيام متباعدة مرتين أو أكثر وبجدية ثق أنك بعد ذلك تستطيع بمجرد لمح أي ثعبان أن تحدد نوعه وتعرف هل هو سام أو غير سام نحن في عصر نجد المصادر متاحة سواء كانت كتب أو مواقع رصينة أو مواقع تابعة لهيئات متخصصة ونطلع عليها ونحملها على هواتفنا بكبسة زر وسأضع في أول تعليق على هذا الفيديو إشارة لمصادر فيها معلومات وصور تساعدك على أن تبدأ في الخطوة الأولى قبل أن أختم بتذكير هام جدا أشير إلى بعض التنبيهات إذا كنت وسط ميادين قد توجد فيها ثعبين الحرص على ارتداء أحذية سميكة تغطي الأقدام جيدا فمعظم العضات تصيب القدم والساق لا تمشي ليلا دون استخدام كشاف ضوئي على الأقل كشاف هاتفك احرص باستمرار أثناء تجوالك راجلا على حمل عصى فقد تحتاجها انصح مرافقيك أن يتجنبوا الجلوس في أماكن تكثر فيها جحور القوارض والسحالي فالثعابين تتردد حولها ليلا لأنها فرائسها التي تتغذى بها وهنا أشير إلى أن المركز الوطني للقاحات والأمصال في الرياض سبق وصرح بملاحظة مهدانية أن ثعبان الصلة الأسود يعثر عليه في جحر الضب لأنه يفترس ويقيم في جحره ومن الأمثال الطريفة للدلالة على شدة الظلم يقال فلان أظلم من حية لأنها تقتل فريستها وتأكلها وتقيم في جحره فالثعابين لا تحفر لنفسها بل تختبئ نهارا في أي جحر أو ملاذ بين الأشجار أو تحت الصخور ولهذا كن حذرا في الأماكن الصخرية أو خلال المشي في رحلات تسلق الجبال فالثعابين قد تخرج فجأة من تحت الصخور قبل أن تراها لأن مشيك مقبلا عليها قد تفسره بأنه هجوم وهي في الغالب تبقى كامنة في النهار وتخرج في غزواتها الليلية من السلبيات ترك النفايات في أماكن النزهات البرية لأنها تجلب القوارض ثم تنجذب إليها وتتبعها الثعابين وقد تختفي تحتها فيكون ذلك من عوامل جلب الضرر عليك أو على غيرك فيما بعد أختم بتذكير ضعه دوما في الحسبان خاصة عند أول النزول لأي مكان حديث لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق